موسيقى موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة في أروقة رمضان وموعدنا اليوم مع واحد من مفاخر تاريخنا الإسلامي الكبير معنى اليوم شخصية تشبه الأسطورة ضرب في كل علم بسهم وله في كل علم كتاب فهو المفسر والمحدث والفقيه والواعظ والمؤرخ والشاعر والأديب صاحب الفنون الرجل الذي بلغت مؤلفاته أكثر من أربعمائة كتاب وهو أشهر واعظ في تاريخ المسلمين إنه رجل بغداد في وقته وواعظها المفوه المؤثر البليغ أبو الفرج جمال الدين الإمام بن الجوزي المشهور والإمام بن الجوزي توفي في مثل هذا اليوم 12 رمضان من عام 597 للهجرة تعالوا نتعرف عليه البداية الإمام بن الجوزي يمتد نسبه إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو قراشي تيمي وهو من نسل القاسم بن محمد بن أبي بكر طبعا القاسم هذا يعرفه الفقهاء ويعرفه جماعة أهل المدينة وبالذات المذهب المالكي لأنه كان أحد فقهاء المدينة السبعة وهؤلاء الفقهاء السبعة الذين انتهى إليهم علم أهل المدينة في طبقة التابعين وهم المشهورون في قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر فتواهم عن التحقيق ليست بخارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة وهؤلاء هم أسماء الفقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عطبة بن مسعود والذي يعني همنا منها الآن هو قاسم عروة بن الزبير قاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر فالإمام بن الجوزي هو من نسل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الإمام بن الجوزي ولد في عائلة ثارية كانت عائلته تعمل بالتجارة تعمل بتجارة النحاس ولذلك نشأ فيه طرف هو يروي عن نفسه أنه نشأ في طرف لكن أبوه مات وهو في الثالثة من عمره فقط فنشأ يتيما وكانت عمته هي التي اعتنت به وتولت أمر تعليمه وإرساله دي المشايخ وهي الله له شيخا يسمى أبو الفضل بن ناصر هذا الشيخ يعني احتوى الإمام بن الجوزي في طفولته يعني هو لما رأى شغفه وقوة حفظه صار يحمله إلى المشايخ الآخرين يعني هو شيخ لكن صار يحمله إلى المشايخ الآخرين ويكتب له ثبت مسموعاته يعني الإمام الجوزي ما زال فتن فتن صغيرا فكان يحمله إلى المشايخ وهو يكتب أنه سمع من الشيخ الفلاني كذا وكذا فيعني ابن الجوزي كان يقول عن نفسه كان يحملني إلى الشيوخ فأسمعني المسند اللي هو مسند الإمام أحمد وغيره من الكتب الكبار وأنا لا أعلم ما يراد مني وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت فناولني ثبتها فعمته تولت فأولا ثم صاحبنا هذا أبو الفضل ولازم ابن الجوزي هذا الشيخ حتى توفي ومنه عرف وأخذ علم الحديث طبعا ابن الجوزي ظهر نبوغه منذ البداية كان يتمتع بحافظة قوية وكان شغفه بالعلم يملأ عليه روحه فكان وهو الثري يمضي بيأخذ قطع الخبز اليابسة ويجلس إلى النهر كي يستطيع أكله وذلك لألا تفوته دروس العلم يعني هو غني لكنه يترك البيت فلأجل أن يأكل بين الدرسين كان يذهب إلى النهر مع قطع الخبز اليابسة لكي لا يفوته درس العلم ويقول عن نفسه كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي في العدو لألا أسبق بيجري بين الشيوخ وكنت أصبح وليس لي مأكل وأمسي وليس لي مأكل ولذلك هو طلب جملة من العلوم في وقت واحد ولم يكفي عمره أن يتشبع من كل علم أراده ولذلك يقول عن نفسه هذه العبارة البليغة مبتلي طبعا هو لا يقولها عن نفسه هو يقولها بشكل عام لكن هي تصدق عليه يقول مبتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته فإن من علت همته يختار المعالي وربما لا يساعده الزمان وقد تضعف الآلة يعني يضعف الجسد أو يتضعف الحواس فيبقى في عذاب ويروى أنه لما مات رضي الله عنه كان يتعلم علما جديدا وهو علم القراءات وهو مات وقد ناهزت تسعين من عمره يعني ظل إلى آخر عمره وهو يتعلم الإمام الجوزي كان منذ نشأته منقطعا عن الصبيان ولعبهم ومنصرفا إلى طلب العلم ولما كبر كان منصرفا عن لقاء الناس كان لا يحب أن يزور الناس ولا أن يجتمع بهم وإذا حصل ما لا بد منه ويعني حصل أن بعض الناس هم الذين زاروه أمضى وقت زيارتهم في يعني ما نسميه المهمات المساعدة يعني مثل بري الأقلام تقطيع الأوراق ونحو هذا فيعني طبعا ذلك دليل على شدة حرصه على الوقت ابن الجوزي لم يرحل في طلب العلم عن بغداد لأنه طبعا لم يحتج أن يرحل بغداد من عاصمة العلم ومجمع العلماء ومكتبة العالم في ذلك الوقت فهي التي يرحل إليها ليستقى العلم من علمائها وذكرنا أنه كان يأخذ طلب عدة علوم في وقت واحد فكان يأخذ في الوقت الواحد في نفس اليوم عددنا العلوم وكان يستقصي المشايخ وطلاب العلم ويقول عن نفسه لم أقنع بفن واحد بل كنت أسمع الفقه والحديث وأتبع الزهاد ثم قرأت اللغة ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل الإمام الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ ينقل عن موفق الدين اللي هو عبداللطيف البغدادي الطبيب المشهور الرحالة وكان معصرا لابن الجوزي فهو هذا عبداللطيف البغدادي يقول عن ابن الجوزي يقول كان ابن الجوزي لطيف الصورة حلو الشمائل رخيما نغمة يا صوت جميل موزون الحركات والنغمات لذيذ المفاكهة يحضر مجلسه مئة ألف أو يزيدون لا يضيع من زمانه شيئا يكتب في اليوم الواحد أربعة كراريس وله في كل علم مشاركة ولكنه كان في التفسير من الأعيان وفي الحديث من الحفاظ وفي التاريخ من المتوسعين ولديه فقه كاف وأما السجع الوعظي فله فيه ملكة قوية وهنا نصل إلى أبرز ما نبغ فيه وتميز إمامنا ابن الجوزي الوعظ ابن الجوزي تعلق بالوعظ يعني واشتهر به حتى ما له فيه مثيل هو أشهر واعظ في تاريخ الإسلام ولذلك حتى الإمام الفقيه مؤرخ الحنابلة ابن رجب الحنبلي كان يقول إن مجالسه الوعظية لم يكن لها نظير ولم يسمع بمثلها وكانت عظيمة النفع يتذكر بها الغافلون ويتعلم منها الجاهلون ويتوب فيها المذنبون ويسلم فيها المشركون والإمام من الجوزي كان لا يقتصر في وعظه على العامة كما يفعل أغلب الناس بل كان يصارح الملوك ويعظهم وذات يوم قال للخليفة المستضئ بنور الله العباسي وعاش في زمنه قال له يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك وإن سكدت خفت عليك وأنا أقدم خوفي عليك على خوفي منك يعني أنه سيتكلم ويروى أن هذا الخليفة بكى لما سمع الإمام من الجوزي ينشد تحت داره يقول ستنقلك المنايا عن ديارك ويبدلك الردى دارا بدارك المنايا والردى هي الموت ستنقلك المنايا عن ديارك ويبدلك الردى دارا بدارك ويبدلك الردى دارا بدارك وتترك ما عنيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك فدود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك فيقولون أن الخليفة المستضيء ظل يرددها طوال الليل ويبكي الإمام من الجوزي يقول يعني يذكر عن نفسه يقول وضع الله لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته وقد أسلم على يدي نحو من مئتين من أهل الذم ولقد تاب في مجالسي أكثر من مئة ألف وقد قطعت أكثر من عشرين ألف سالف مما يتعنه الجهال يعني بعض الشباب يعني اللي هو كان مسرف على نفسه يعني هذا كان حين يتوب يأتي للإمام من الجوزي فيكون مثلا قد أطال شعره على نحو ما يفعل بعض الناس الآن يعني اللي هي أطالة الشعر فيحلقه له هذا معنى قوله قطعت عشرين ألف سالف يعني دلالة على التوبة وهو الإمام من جوزي صعد المنبر ووعظ منذ أن كان في التاسعة من عمره وبدأ في التأليف والكتابة وهو في الثالثة عشر من عمره وكان أول تأليفه في الوعظ أيضا وتعلق في مطلع حياته بشيخه بن الزاغوني ويعني من يقرأ سيرة من جوزي يشعر لما كتبه أنه أراد أن يكون مثله يعني هو طبعا فاقه فيما بعد ذلك فاقه شهرة وعلما وتصنيفا لكن هو حين يصف شيخه بن الزاغوني يقول بأنه كان له في كل فن من العلم حظ وافر ووعظ مدة طويلة وصحبته زمانا فسمعت منه الحديث وعلقت عنه من الفقه والوعظ ومات ابن الزاغوني وابن الجوزي قد بلغ الحلم وهنا سيحدث أمر مهم نراه إن شاء الله بعد هذا الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقفنا معكم عند موت الشيخ بن الزاغوني الذي كان شيخ بن الجوزي والذي كان بن الجوزي متعلقا به وكان يحب أن يكون مثله لما مات ابن الزاغوني رجأ ابن الجوزي أن يكون هو الواعظ بعده في هذا الجامع ولكن لم يقبل منه ذلك لصغر سنه كان ساعتها في 13 من عمره لكن تعلق ابن الجوزي بالواعظ دفعه إلى أن يذهب إلى الوزير الوزير الأول في بغداد فيلقي عليه فصلا في المواعظ فعندئذ قرر الوزير أن يكون واعظا في جامع المنصور المنصور هو أبو جعفر المنصور ومن جامع أبي جعفر انطلقت المسيرة التي انتهت بأشهر واعظ في بغداد وفي تاريخ المسلمين ممن فرض به الإمام بن الجوزي أنه فصر القرآن الكريم في مجلس الواعظ وهو يقول عن نفسه لا أعلم أحدا سبقني إلى ذلك يعني هو يشبه في عصرنا هذا الشيخ الشعراوي رحمه الله لأنه قد مجلس الشيخ الشعراوي في التفسير كان مجلس وعظ أكثر منه مجلس علم وكان تفسير للقرآن تفسير وعظي مؤثر وليس تفسير علمي متخصص والإمام بن الجوزي كان واعظا وكان حاله يدل على مقاله يعني كان حاله قرين مقاله حفيده المؤرخ المعروف سبط بن الجوزي اللي هو صاحب الكتاب المشهور في التاريخ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان هذا الحفيد يقول عن جده كان زاهدا في الدنيا متقللا منها وكان يختم القرآن في كل سبعة أيام ولا يخرج من بيته إلا إلى الجامع أو للمجلس اللي هو مجلس الوعظ وطبعا كالعادة لم يخلو الإمام بن الجوزي من امتحان ومحنة كسائر العلماء لكن هذه المحنة سبحان الله جاءته وهو في الثمانين من عمره طيب ما هي قصة هذه المحنة؟ أحد الحنابلة تولى منصب الوزارة في بغداد وهو وزيء اسمه ابن يونس الحنبلي هذا الرجل لما تولى الوزارة كانت هذه فرصة لمطاردة أحد الخبثاء أحد الخبثاء المتزندقة كان يؤلف الكتب وكان عنده مدرسة يعني كانت فرصة لأنه لما في كتبه من الزندقة والأراء الباطلة ويعني كان صاحب مدرسة ينشر فيها ضلاله فعقد له الوزير ابن يونس الحنبلي هذا مجلسا بحضرة العلماء ثم قضي عليه بإحراق كتبه ومصادرة مدرسته وطبعا كان ابن الجوزي حاضرا في هذا وكان ذلك عن رأيه وجعلت هذه المدرسة فيما بعد إلى ابن الجوزي نفسه لكن أيام السياسة كما هو معروف تقلبت بهذا الوزير وجاء بعده عدو له جاء بعده واحد اسمه ابن القصاب وكان ذلك في عهد الخليفة الناصر لدين الله اللي هو ابن المستضيء بنور الله فكانت فرصة أن ينتقم الوزير الحاضر من سلافه فكان ممن أصابهم الأزى الإمام ابن الجوزي لأنه هو محسوب من رجال ابن يونس الحنبلي وكانت طبعا فرصة لهذا الخبيث المتزندق الذي أحرقت كتبه أنه يتولى إغار صدر الوزير الجديد خصوصا لأنه يعني كان يقول له ابن الجوزي هذا ناصبي عتيد ناصبهم من يقرهون آل البيت فكان يقول له هذا ابن الجوزي ناصبي عتيد وهو أيضا من أحفاد أبي بكر الصديق وما زال في سعيه هذا حتى أمر بسجنه بالفعل فانتزعوه من داره وضعوه في مركب في النهر وسجنوه في واسط وكان ذلك وهو في الثمانين من عمره وقضى في هذا السجن خمس سنوات وكانت خمس سنوات شديدة لم يكن معه قرين لم يكن معه خادم كان مضطر أن يتولى أمر نفسه بنفسه وبعد خمس سنوات استطاع ابنه يوسف وكان أيضا ابن يوسف يعني صار واعظا كبيرا في بغداد يعني استطاع أن يصل إلى أم الخليفة أم الخليفة الناصر اللي هي زوجة الخليفة المستضيئ والخليفة المستضيئة هذا كانت علاقته طيبة بن الجوزي فيعني وسطها عند ابنها الخليفة حتى أمر بإطلاقه وعاد إلى مجلس الوعظ للمرة الأخيرة ولم يعش بعد هذه سوى عامين فقط حتى توفي في مثل هذا اليوم يوم 12 رمضان كانت جنازة مشهودة طبعا أشهر واعظ في بغداد يعني ضجت لها بغداد وامتلأت واحتشدت حتى ما بقي فيها مكان ويعني يروى أنه غلقت الأسواق والحوانيت الناس كلها أفلت غلقت الأسواق والحوانيت حتى أنه بعض من حضر لم يستطع أن يواصل الصوم لشدة الحر وشدة الزحام يعني مع أنه ابن الجوزي توفي بين المغرب والعشاء اللي هي يوم الجمعة يعني ليلة الجمعة اللي هو يوم الخميس بالليل يعني هو توفي بين المغرب والعشاء وغسل في وقت الصحر وخرج بعد صلاة الصبح لكن لم يمكن دفنه إلا وقت الجمعة فأنزل إلى قبره والمؤذن يقول الله أكبر واستبشر الناس بذلك كانت جنازة لم ترى بغداد مثلها منذ جنازة الإمام أحمد بن حنبل الإمام من الجوزي ألف في كل فن تقريبا يعني طبعا ألف في التفسير وعلوم القرآن وألف في الحديث وألف في التاريخ وفي الأدب وفي الشعر وفي الأصول وفي الطب وفي التصوف وفي الوعظ ودكتور عبد الحميد العلوجي حاول أنه له كتاب اسمه مصنفات أو مؤلفات بن الجوزي جمع فيها فالمهم يعني وصل استقصاؤه إلى أنه حوالي خمسمائة كتاب ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود فمن أشهر كتبه مثلا في التفسير وعلوم القرآن له كتاب واسع في التفسير اسمه المغني في التفسير وهذا الكتاب الواسع الذي جمع فيه الرواية والأقوال والترجيح للأسف مفقود لكن وصل إلينا تفسيره الوسيط وهو اسمه زاد المسير في علم التفسير هذا التفسير الوسيط طبع في ثماني مجلدات ووصلنا أيضا تفسيره المختصر له كتاب سماه تيسير البيان في تفسير القرآن وهذا في مجلد واحد وكتب في غريب القرآن كتابه تذكرة الأريب في تفسير الغريب وغريب القرآن ده هو الذي يقتصر على شرح معنى اللفظ القرآني الغريب فقط يعني مش بس الغريب بمعنى أنه اللفظ غامض لكن حتى دلالات ألفاظ القرآن وكذلك له أيضا كتاب اسمه نزهة العيون النواضر في الوجوه والنظائر والوجوه والنظائر هذا من علوم القرآن دا علم يهتم بالألفاظ التي يتحد لفظها ويختلف معناها وله كذلك كتاب سماه فنون الأفنان في علوم القرآن فنون الأفنان في علوم القرآن وله في الناسخ والمنسوخ كتابه عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ في الحديث الشريف له أيضا عدد ما الكتب من أشهرها كتابه الموضوعات هذا جمع فيه الأحاديث الموضوعة ليحذرها الخطباء والواعظون وله أيضا كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية وصلمه هذا وإن كانت الموضوع أنزلوا درجة من الواهية وله كتاب في الرجال كتاب الضعفاء والمتروكين هذا عن رواة الحديث الذين لا تقبل رواياتهم وله كتاب جامع المسانيد هذا كتاب جمع فيه الصحيحين وسنن الترميزي ومسند أحمد وكانت فكرته أنه يجمع أكثر السنة العالية الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يصلحه للاحتجاج به وله كتاب مشهور أيضا كتاب الكشف لمشكلة حديث الصحيحين وهذا من أبواب يعني هذا يعتبر كتاب في فقه الحديث لأنه يهتم برفع ما قد يتوهم من وقوع التعارض في بعض الأحاديث طبعا هو فقه على المذهب الحنبلي فله أيضا في الفقه مؤلفات من أشهرها كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف وكتابه عمدة الدلائل في مشهور المسائل وكتابه المذهب أو المذهب في المذهب الضبط هنا يختلف بين الرواة عنه وله في التاريخ كتب أخرى من أشهرها وأوسعها كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم وهذا يعني هذا تاريخ عام يذكر فيه الحوادث في كل سنة ثم يذكر في آخر كل سنة تراجم الرجال اللي هما توفوا في هذه السنة فجمع بها بين طريقة التاريخ وطريقة الترجمة وله كتاب مختصر في علم التاريخ يعني هذا كتابه الواسع كتاب المنتظم له كتاب مختصر في علم التاريخ سماه شذور العقود في تاريخ العهود هذا مختصر من هذا وله كتاب في طرائف التاريخ جعله بعنوان طريف أيضا سماه طرائف الظرائف في تاريخ السوالف وله كتب مشهورة أخرى في تراجم الرجال من أشهرها كتابه صفة الصفوة صفة الصفوة هذا يتحدث فيه عن يعني يعتبر مجمع لأهم الرجال في تاريخ الإسلام من طبقة الصحابة والتابعين وتابعهم وله فوق ذلك كتب في فضائل الناس طبعا من أشهرها كتابه مناقب عمر بن الخطاب وألف مثل ذلك عن صفيان الثوري وعن أحمد بن حنبل وعن الحسن البصري وعن بشر الحافي وألف في تاريخ الملوك أيضا له كتاب مشهور الذهب المسبوك في تاريخ الملوك وله كتاب في علم التاريخ سماه تلقيح فهوم أهل الأثر في علم التواريخ والسير وعلى كل حال يعني وأيضا أرخ لملوك عصره يعني له كتاب عن تاريخ الخليفة المستضيء بنور الله وجعل عنوانه المصباح المضيء في فضائل المستضيء وابنه الخليفة الناصر له كتاب سماه المفاخر في أيام الناصر ولأنه كان في هذه الفترة التي كان فيها نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي فله كتاب عن نور الدين سماه الفخر النوري وأحيانا يقال الفجر النوري كتب هذا وكتب ذاك ويحدث تصحيف بين الوراقين وله كتاب أخر عن صلاح الدين سماه المجد الصلاحي أيضا وعلى كل حال فضلا عن الكتب الرقيقة التي تعني بالوعظ هذه الكتب التي اشتهر بها ابن الجوزي أشارها بحر الدموع وذم الهوى وإرشاد المريدين إلى حكايات السلف الصالحين ومنها تلبيس إبليس ومنها حسن السلوك إلى مواعظ الملوك وابن الجوزي هو صاحب الكتب الطريفة التي فيها الأخبار التي يحتاجها الداعية والخطيب اللي هي فيها القصص الضريفة التي فيها معنى يعني مثلا من أشارها طبعا أخبار الحمقى والمغفلين أخبار الأذكياء أخبار الظراف والمتماجنين عيون الحكايات وعلى رأس كتب ابن الجوزي كتابه الشهير صيد الخاطر صيد الخاطر هذا يشبه الآن حساب الفيس وتويتر لأنه كان ابن الجوزي يجمع خواطره في هذا الكتاب وهو من عيون كتبه جمع فيه بين الوعظ وبين سيرته الذاتية فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم إمامنا ابن الجوزي وأن يعني يخلف علينا خيرا منه ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة